الكثير من المنتوجات خاصة البسيطة منها التي نجدها في الأسواق تكون مستوردة فهي لا تستلزم مصانع كبيرة لإنتاجها فقط ورشات صغيرة صحيح أن سوق العمل يشهد بعض الصعوبات لكن توفير فرص شغل لا يقتصر على الحكومة فقط بل يمكن لأي شاب من جزائري إنشاء مقاولة صغيرة خاصة به يستفيد منها ويفيد الاقتصاد الوطني ولد مهاجر والتفاصيل ودائر السماج فهي في نانسي كونتابيليتي انخلاص علي ينسر كلنا على اي حجي ما أغفرت وقالوا شاب جزائري يا أخو ها كون من بيعوش تليفونات نفيقو تليفونات خوتي كون ما كاشو الله من بيعو لجانب اكترونها دماما ومشي خدموا دمكا خدمكين على العاصر كمان عنانان يخدم توجور والناس يتحويش حالا خدامين بسحل يجال مكاشو مشهدوا كم يخدموا في الكحالش هي إذن أعراء الجزائريين حول وجود مناصب شغل من عدمها ففي جولة بسيطة في أحد الأسواق نجد منتوجات بسيطة جدا تستعمل يوميا إبر واللعاد وحتى عود ثقاب للأسف مستوردة من الصين نحن كمارك تشوفيها أخويا نسبة 99% بالميقا عاش نوية نقا عاش نوية غاس لاستانية احنا تقريبا ما كاش منتوج جزائري برايا سيدي ما ما خدمهاش قفلة قفلة تجيبها منتوج جزائري كما قلنا زلامية صابون ما مشيتها بروسة ما كاش تجيبها منتوجات ثانية منتوجات بسيطة لا تحتاج لمصانع من أجل إنتاجها بل فقط لورشات صغيرة يمكن لأي كان شراء آلات تصنعها دون الاعتماد على الدولة يمكن توجيه الاتجارة الخارجية نحو سياسة معينة لتشجيع المنتوج المحلي بمعنى آخر إعطاء فرصة للشباب والبطارين خاصة في تملك مؤسسة مصغرة أو مؤسسة عائلية لإنتاج منتوجات لا تطلب رأس مال كبير ولا تطلب رأس مال تراكمي هناك هامش مناورة كبيرة بين العائلات الجزائرية خاصة الفئة المتخرجة من الجامعة لإنتاجها ولكن علينا إطلاق ما يعرف بستلت أوب كومبينيز وهي الشركات الملائمة لهذا النوع من النشاطات مع سياسة التقشف المنتهج والحديث الدائر حول توجه الحكومة نحو تجميد التوظيف في القطاع العمومي تراهن الجزائر على المؤسسات المصغرة كبادل لاحتواء خريجي الجامعات ومحدودي المستوى كخطة لمواجهة الوضع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر